أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحرة بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو مع إلزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار البيع على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر خمسين قرشا لرغيف زينة خمسة وأربعين كيلو جراما وخمسة وسبعين قرشا لرغيف زينة خمسة وستين جراما وجنيه واحد لرغيف زينة تسعين جراما وأحد عشر جنيه ونصف لكيلو الخبز المعبأ كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفين بسعر خمسين قرشا لرغيف زينة أربعين جراما وخمسة وسبعين قرشا لرغيف زينة ستين جراما وجنيه واحد لرغيف زينة تمانين جراما فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيها ترجمة نانسي قنقر